بسم الله الرحمن الرحيم أحبتي في الله أطول كلمة في القرآن الحقيقة هناك كلمات تتألف من عشرة أحرف عشرة أحرف هي الأطول في القرآن ولكن هناك كلمة مميزة بين هذه الكلمات وهي قليلة طبعا أنلزمكموها كلمة طويلة وهي أطول كلمة في سورة هود عليه السلام وتحديدا أين وردت ربما تعجبون في أطول الأنبياء أعمارا أو دعوة سيدنا نوح وردت في قصة سيدنا نوح استمعوا إلى الآية الكريمة أيها الأحبة قال يا قومي أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فعميت عليكم فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون انظروا أيها الأحبة أولا إلى هذه الكلمة تضمنت خمسة عناصر الهمزة فيها استفهام حرف استفهام أ ونلزم فعل اثنان عدوا معي والكاف أنلزمكم يعني الكاف هنا مفعول به أول والواو أنلزمكموها الواو والها الواو فاعل والها مفعول به ثاني خمسة عناصر يعني استفهام وفعل وفاعل ومفعول به أول ومفعول به ثاني سبحان الله في كلمة واحدة الحقيقة أنا ليس هذا حديثي اليوم ولكن أنا أحببت أن أتوقف مع كلمات القصة فيها شيء غريب أيها الأحبة فيها ملاحظة غريبة تتعلق بعدد مرات ذكر نوح في القرآن سيدنا نوح ذكر 43 مرة في القرآن 43 مرة في القرآن ذكر سيدنا نوح عليه السلام آخر مرة في سورة نوح يعني 43 مرة آخر مرة ذكر اسم نوح في سورة تحمل اسم نوح عليه السلام طبعا هذا النبي صبر كثيرا وعاش طويلا فلبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما ألف سنة إلا خمسين عاما مدة طويلة يعني انظروا سيدنا محمد عليه السلام كم لبث 23 سنة في قومه مدة الدعوة طبعا هو عاش 63 ولكن كمدة الدعوة 23 سنة ولكن حتى لو حسبنا عمره عليه السلام 63 سنة يعتبر قليلا جدا مقارنة بعمر سيدنا نوح هناك من الأنبياء لم يلبث إلا ربما سنوات أو أيام حتى القرآن ذكر 25 نبي ورسول سيدنا نوح هو أطولهم عمرا وأطولهم دعوة إلى الله وفي الآخر قال وما آمن معه إلا قليل سبحان الله بعد ألف سنة إلا خمسين عاما لم يؤمن معه إلا القليل الحقيقة في سورة هود أحبتي في الله لو بدأنا بأول آية تتحدث عن سيدنا نوح وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إلى قومه أني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم لو تابعنا هذه القصة سوف نصل إلى قوله تعالى تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين فاصبر يا محمد كما صبر نوح ألف سنة إلا خمسين عاما وهو صابر إذن أخي الحبيب تحمل تحمل قليلا إذا صادفتك مصاعب ومشاكل وهموم وأذى وظلم تحمل لأن السيدنا نوح أوذي كثيرا تسعمائة وخمسين سنة أخي الحبيب استمع الآن عدد الآيات التي قرأناها الآن من أول قصة نوح إلى آخر قصة نوح يعني من عند ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إلى تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ثم قال فاصبر إن العاقبة للمتقين عدد الآيات خمسة وعشرين آية بعدد الأنبياء المذكورين في القرآن كأن صبر نوح يعادل صبر هؤلاء أو مدة نوح عليه السلام مدة التي لبثها نوح تعادل مدة الأنبياء والله أعلم طبعا نحن فقط نتدبر ويعني نستنبط ملامح ملامح الإعجاز من هذا الكتاب العظيم طيب هذه الآيات الخمسة وعشرين التي جاءت بعدد الأنبياء والمرسلين في السورة كم عدد كلماتها عدد كلماتها يعني القصة قصة نوح في سورة هود وهي أطول قصة لنوح في القرآن خمسة وعشرين آية وورد فيها أطول وردت فيها أطول كلمة عدد كلمات هذه القصة أربعمائة وثلاثون كلمة أربعمائة وثلاثون كلمة يعني تلاتة وأربعين ضرب عشرة تلاتة وأربعين يعني عدد مرات ذكر نوح عليه السلام كما قلنا في بداية اللقاء يعني اسم نوح ذكر تلاتة وأربعين مرة القرآن القرآن العظيم استخدم أربعمائة وثلاثين كلمة ليحدثنا عن نوح في سورة هود طبعا في أطول نص يتحدث عن هود في القرآن عن نوح عليه السلام في القرآن وورد فيه أطول كلمة وجاء عدد آيات النص خمسة وعشرين بعدد الأنبياء والمرسلين وجاء عدد كلمات النص أربعمائة وثلاثين يعني ثلاثة وأربعين في عشرة يعني عدد مرات ذكر نوح في القرآن مضروبا في الرقم عشرة كأن الله يريد أن يقول لك اصبر فإن الحسن بعشر أمثالها لا نملك إلا أن نقول أيها الأحبة الحمد لله الذي يعني أعاننا على كشف هذا الإعجاز وهذا التناسق لنزداد إيمانا ويقينا بهذا الكتاب العظيم كتاب رب العالمين الذي قال فيه ونزلنا عليك الكتابة تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته